قرر العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز إيداع ملياري دولار أمريكي وديعة في حساب البنك المركزي اليمني وذلك في طار تعزيز الوضع المالي والاقتصاد لليمن وتحسين سعر صرف الريال اليمني بعد تدهوره بسبب نهب الميليشيات الحوثية مقدرات الدولة التحرك السعودي لوقف انهيار العملة اليمنية والذي جاء بأمر من خادم الحرمين الشريفين لقي صدا واسعا في الأوساط الرسمية والشعبية وجعل اليمنيين يتنفسون السعوداء بعد أيام من حرس الأنفاس إثر الانهيار المتسارع في سعر الريال الحكومة اليمنية التي كانت قد ناشدت المملكة التدخل لإنقاذ البلاد من كارثة اقتصادية وشيكة وجهت الشكر لخادم الحرمين الشريفين وأكدت أن من شأن الوديعة التي أمر بها للبنك المركزي اليمني أن توقف التهاوي في سعر الريال ما يعني تجنب كارثة حقيقية كانت اليمن على شفا جرف منها ومنذ الانقلاب الحوثي على الدولة في سبتمبر من العام 2014 تراجع سعر الريال اليمني من 215 ريال للدولار إلى 500 ريال مؤخرا ولم تفلح إجراءات الحكومة الشرعية في وقف تهاوي سعر الريال تهاوي يقول خبراء أنه بدأ بتبديد الميليشيات الحوثية للاحتياطي النقدي للبلاد والبالغ قبل الانقلاب أربعة مليارات دولار واستخدام موارد الدولة في مجهودات الحوثيين الحربية كما تسبب الانقلاب بوقف الحركة التجارية والصادرات وتدمير المنشآت ليصل معدل البطالة بين اليمنين إلى 60% بحسب تقرير أممي صدر مؤخرا أكد أيضا تسريح حوالي 70% من العاملين في القطاع الخاص منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وتشير آخر أرقام صادرة عن الأمم المتحدة أن نسبة الفقد ارتفعت خلال الأشهر الستة الماضية بما يزيد عن مليون ونصف المليون شخص لتصل إلى أكثر من 22 مليون ممن يحتاجون إلى مساعدة وهو ما يعكس حجم المأساة التي يشكل انهيار العملة أحد تجلياتها المتفاقمة نرحب بضيفينا معي من الرياض الباحث في العلاقات الدولية سيد سامي المرشد ومن القاهرة وكيل وزارة العلام اليمنية سيد صالح الحميدي أهلا بضيوفي وأبدأ مع سيد صالح الحميدي سيد صالح أنتم في الحكومة اليمنية كيف تنظرون إلى أهمية هذا التوجيه من لدى خادم الحرمين الشريفين بالنسبة للحكومة اليمنية كيف ستنعكس على الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن أساسا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك ولضيفك سامي طبعا السعودية ليس بجريد عليها مثل هذه الخطوات فهي سباقة دائما إلى دعم الأقصاد اليمنى وهذه الوديعة 2 مليار سبقها قبل ذلك مليار دولار سابقة وبالتالي أتت في توقيت مهم جدا كانت الحكومة اليمنية في أمس الحاجة إلى هذه الوديعة حتى توقف الانهيار الاقتصادي وتدور الذي انعكس طبعا على أرى الأسعار وانعكس على أمور معيشية كثيرة جدا للمواطن اليمني بالطبع الحكومة كانت قد أقرت سلسلة من الإقراءات من ضمنها تفعيل دور رقابي قبل ذلك سيد صالحة الآن الوضع الاقتصادي المتردد كيف سيتحسن مع وجود هذه الوديعة ما توقعاتكم من نسبة للأيام القادمة؟ كما ذكرت أود أذكر لك أنه في حال البدء في تنفيذ الإقراءات التي قامت بها الحكومة المتمثلة في تفعيل دور الرقابي على الصرافة على البنوك الأهلية والاستثمارية على الإيرادات سيكون الوضع أفضل بكثير من الوضع الذي كان قد وصل إليه حاليا بالطبع عادة البشرة للمواطن العادي الذي كان يشعر بقلق كبير جدا كان هناك خوف من الارتفاع الأسعار الدولة أو الحكومة اليمنية واجتماع الرئيس ورئيس الوزراء كان كلها تهدف إلى وقف التدهور والرقابة القانونية أو الأمنية على المحلات التي بدأت برفع الأسعار ورفع الأسعار كانت أهم شيء أقلق المواطن لأن الارتفاع كان جنوني وبالتالي أهم ما ستضيفه هذه الوديعة أنه ستعود استقرار الأسعار من جديد وسيبدأ المواطن اليمني يستشعر شيء من الأمان ربما ستكون دافع كبير له أيضا للبدء في البحث عن مخارج كثيرة جدا للعمل أو لعودة استقرار الأوضاع الاقتصادية سيد صالح أنا سأعود إليك بالتفصيل حول الشأن الاقتصادي وما يؤثر في المجتمع والإنسان اليمني العادي سيد سامي المرشد بوجهة نظرك وبالنسبة لهذه الوديعة ما تأثيراته على الاقتصاد في اليمن ما تأثيراته على المجتمع اليمني من ناحية رفع الاقتصاد المتردى والمتهالك في اليمن أيضا تحية لك ولمعالي الوزير والمشاهدين الكرام أخي الكريم هذه العصابة عصابة الحوثي عندما استلمت زمام الأمور في صنعاء قبل عدة سنوات هي لم تأتي لإقامة دولة هي أتت لنهب مقدرات الشعب اليمني وتنفيذ مخططات خارجية كما نعلم جميعا فما فعلته أنها أفقرت الشعب اليمني هي عطلت العمل عطلت الاقتصاد نهبت البنك المركزي لتمويل مغامراتها الملياشاوية بقتل الشعب اليمني وما شابه وهذه العصابة في الواقع أهلكت الشعب اليمني كما اتضح من تقريركم حتى وصل عدد المجدولين كفقراء أو تحت خط الفقر بـ 22 مليون من الشعب اليمني يحتاجون إلى مساعدات المملكة العربية السعودية كعادتها وخادم الحرمين الشريفين عندما أمر الآن بإيداع 2 مليار دولار أمريكي في البنك المركزي هو لإنقاذ هذا الوضع يعني عندما أنهار البنك المركزي في صنعها الآن تم نقله رسميا إلى العاصمة المؤقتة بقرار من الحكومة الشرعية إلى عدن ولكن هذا البنك يعني ليس فيه أي أموال بعد أن نهبها الحوثيين فكان لزاما على المملكة أن تقدم أو تنقذ الشعب اليمني وتنقذ الاقتصاد اليمني من هذا الانهيار بإيداع هذا المبلغ الذي الآن أعاد الأمل إلى اليمنيين وأعاد الأمل في تعافي الاقتصاد وتستطيع الحكومة اليمنية الآن بإصدار الاعتمادات ومحاولة طبعا كما قلت إنقاذ الاقتصاد من جديد طيب سيد صالح الآن أريد أن ننقل الصورة إلى المشاهدة والمتابع ما الوضع الاقتصادي بالنسبة لرجل الشارع اليمني ولا أتحدث الآن عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ولكن مناطق المحررة ما رداءت مثلا أو غلاء المعيشة كيف تقيم أنت مثل هذه المسائل خصوصا على السلع الأساسية شوف بداية المواطن كان يدرك منذ أن بدأت ماليشية الحوثي بنهب البنك المركزي ووصلت ما تم نهبه إلى خلال الفترة الماضية إلى حوالي عشر مليار من ضمنها أربعة مليار التي كانت وديعة نهب الصناديق وكذلك محلات الصرافة وبالتالي المواطن شبه متهيئ أنه وضع الاقتصادي لن يكون بتلك الريحية المواطن تهيئ كثير جدا لوضع سيء لكن ليس بالصورة التي وصل إليها في الأمس كان الأمر في غاية القلق لدى المواطن العادي للارتفاع الجنوني في الأسعار يعني كم نسبة الارتفاع الجنوني وصل بالأمس بالذات لأن الناس كانوا يخشوا أن الارتفاع سيستمر وسيصعد بشكل كبير جدا فوصل في بعض السلع إلى مئة بالمئة لكن بدأ يتعافى الأمر أو بدأ الناس يتقبلوا الأمر بعد تقديم خادم الحرمين الشريفين الاثنين مليار بدأوا الناس لم يعودوا إلى نفس الأسعار السابقة وإنما صار الارتفاع أقل بكثير مما كان باليومين السابقين وكانوا يشعروا الناس أن ذلك بداية العام سيكون البلد بدون موازنة عامة سيكون البلد بدون رواتب سيكون البلد بدون إيرادات وبالتالي طغت دوع من القلق والخوف على المواطن لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وكذا الرئاسة الجمهورية واجتماعها بالبنك المركزي ووزارة المالية وتدخل خادم الحرمين الشريفين أعاد لليمنيين الكثير من الإطمئنان فإن الأمور ستعود إلى وضعها وربما تكون أفضل يعني بدأوا يطمنوا المواطن العادي بأن غدا ربما يكون أفضل من اليوم طيب سيد سامي المرشد طبعا اليمن يعني هناك نسبة كبيرة تحت مستوى الفقر ليس منذ أزمة انقلاب المتمردين على الشرعية ولكن منذ قبل عقود ماضية ومعروفة للموضوع لكن إذا ما أردنا يعني فعل مقارنة اقتصادية لما قبل هذه الأحداث وما وصلت إليها الأمور الآن كيف ممكن وصفها؟ نعم أخي الكريم اليمن يعني دولة تعاني في اقتصادها من الإرادات يعني شعب اليمني كبير والإرادات محدودة ومعلوم أنها كانت بحاجة إلى مساعدات من المجتمع الدولي ومن أشقاءها لأسيما المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج في المنطقة ولكن على الأقل كان الاقتصاد متعافي كان هناك ثقة بالاقتصاد جهات الإقراض تتعامل مع الحكومة اليمنية السابقة وكانت الأمور تمشي في طريق التحسن وكان عندما قامت دول الخليج بالمبادرة الخليجية كان هناك أمل كبير بأن يتم انتشال الشعب اليمني من حالة العوز والفقر الذي كان يعانيه وكانت هناك خطوات مدرجة على جداول أعمال دول الخليج بأن يتم رفع مستوى دخل المواطن اليمني إلى أن يتدرج ويصل إلى دخل مواطني دول مجلس التعاون ولكن مع الأسف الشديد انهارت كل هذه الآمال بعد أن أتى الحوثي وعصابته وبعد أن تدخلت إيران التي لا تمد الشعب اليمني إلا بالرصاص وبالمؤامرات وليقتل بعضه وبعضا فالآن بعد أن استلم الحوثي زمام الأمور في صنعاه وتحدثنا في الجزء السابق أنه أهلك الاقتصاد نهب الاقتصاد حتى أن بعض المتنفذين من القيادة الحوثية أصبحوا يملكون الملايين في البنوك الخارجية كما استمعنا في نشرات الأخبار الآن كان لابد من المساعدة مرة أخرى والمملكة العربية السعودية والحمد لله دائما سباقة لإنقاذ الدول العربية في هذه الحالة الأخوة في اليمن دولة جارة عزيزة شعب صديق لا يمكن للمملكة ودول الخليج والتحالف العربي أن يدع هذا الشعب وهذا الاقتصاد أن ينهار ويعاني الشعب اليمني كثيرا لقد استمعنا أن بعض الأسعار ازدادت مئة بالمئة الآن سيكون هناك في ثقة بالاقتصاد اليمني سيتعامل معها المتعاملون من الجهات المالية في العالم وسيتحسن الوضع تدريجيا إلى أن يعود البنك المركزي اليمني إلى وضعه الطبيعي سيد صالح الحميدي أنت وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية البعض يحمل الحكومة اليمنية سوء إدارة ملف الاقتصاد خصوصا في المناطق المحررة وهذا قرأناه بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي في التقارير الدولية في التقارير أيضا المحلية في اليمن هل تقومون بعملية مراجعة عملية تصحيح أداء الحكومة خصوصا في المحافظات أو المناطق المحررة طبعا أنا لا أعفي الحكومة من بعض القصور لكن لا يعني أن تتحمل المسؤولية كاملة لأن الحكومة حاولت جاهدة أن تعمل الكثير الحكومة استلمت بنك خالي من كل شيء الحكومة عندما استلمت أمور البلاد كان هناك 23 مليون فقير كانت الأمراض موجودة كانت الحرب مستمرة في المناطق وبالتالي كانت حكومة حرب حاولت جاهدة أن تعمل على استقرار الأمور الأمنية ملفات كثيرة استلمت ملفات كثيرة لعل من أهم الملف الأمني الذي بدأ يستقر الملف الاقتصادي كانت هناك تباشير كثير جدا ممكن يتعافى لكن كان الوقت قد أفل بسبب عدم وجود إيرادات تدعم هذا المجال وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه لكن أنا لا أحمل الحكومة بقدر ما أتمنى أن يكون هناك مؤتمر للمانحين تستطيع من خلاله هذه الحكومة أن تنفذ جميع برامجها مؤتمر المانحين يستطيع أن ينعش الاقتصاد اليمني وتستطيع من خلاله الحكومة اليمنية بعد ذلك أن نحاسبها أو نقول أنها قصرت أو أجادت الحكومة اليمنية عندما نقول أنها قصرت ليس لديها شيء لكي نقول أنها بددت هذا المال أو بددت هذه الموارد في أماكن غير أماكنها بالعكس الحكومة اليمنية حاولت جاهدة أن تعمل بالقليل لكي تستطيع أن تسير الأمور إلى ما وصلت إلى اليوم أشكرك أنا معي من القاهرة وكيل وزارة الإعلام اليمنى سيد صالح الحميدي ومن رياض الباحث في العلاقات الدولية سيد سامي المرشد شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة